وأعتقد كانت أسوأ حاجة في الثقافة اللي طلع عند الناس فوضى يا كورى فوضى الحياة الفترة اللي فاتت وهنا أنا حقول لكم ما توفر لنا من معلومات ميسر روي فيتوريا تدخل لرفق أو للتوسط لدى سبورتيني اللي شبونا لتأسيط مستحقات الزمالك وعايز أزيدكم من شعر بيت أنه فيتوريا كلم هوجو فيانا ده حسب مصادر مطلعة ذات الصلة برضو بالجانب البرتغالي تحدث إلى هوجو فيانا المدير الرياضي لنادي سبورتيني لشبونا وهو الراجل الحقيقة خلينا أقول لكم على حاجة مجرد التدخل ده ما هواش أمر عيب وما هواش أمر سلبي هو طلب منه ما تكلم بلدياتك كلم هوجو فيانا المدير الرياضي لنادي سبورتيني لشبونا ما تتفاوضوا مع الزمالك وتحلوا المشكلة بتاعته فكان رد الراجل هوجو فيانا إحنا مش هنتفاوض على تقسيط لو التفاوض هدف الوصول إلى تقسيط المستحقات ده مبدأ مرفوض عندنا لكن التفاوض لأي شيء تاني أوكيه الكلام لسه رايح جاي لكن لغاية الفترة اللي فيتوريا كلمهم الناس رفضين أنا ليه بقول لكم دي الفوضى فيتوريا راجل مدير فن المنتخب مصر أما يطلع عضو مجلس إدارة في اتحاد الكورة أستاذ يهاب الكومي لأول نشوف كلامه وبعد كده نعاقب أزمة القيد السؤال الملاحق عند جماهير نادي الزمالك الأزمة والمبلغ الكبير في سبورت انجليش بونا وقضية شي كبالة الغرامة مليون ونصف مليون دولار لو الأزمة متحلتش مفيش قيد في يناير ما هيعمل ايه ده تحاد دولي لكن في وساطة وأنا قلتلكو الخبر ده من زمن من قبل ما ييجي مجلس إدارة الحالي لأن أنا كنت شاهد على الكلام ده وقلت لحضراتكو أن ممكن في وساطة من مصر فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ومستر فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري السابق وكان مدرب طبعا لنادي الزمالك أنا على التصال داين بمستر فينجادا يعني من الوقت للتاني بنكلم بعض وبتجمعني بيه علاقة صداقة قوية جدا وأنا أكلمت الراجل صراحة وإن شاء الله ممكن بكرة بإذن الله يكون معانا في مداخلة صوت وصورة عشان يدينا الكواليس اللي بيحصل هل وساطة فيتوريا موجودة في البرتغال حاليا على فكرة هل وساطة فيتوريا أو فينجادا هتنجح في حل الأزمة وأن سبورتليك تليشبونة يقبل أن هو يقصت المبلغ أو ياخده على دفعتين لو حصل قيره باركة ويبقى الأزمة إن شاء الله ويحسب للكابتن حسين لبيب ومجلسه بالكامل هيحسب لهم اللي هم حلوا أزمة القيد الخاصة بندي الزمالك الأكثر فوضى مش اللي قالوا الأكثر فوضى أنه عدوا بالاتحاد المصري لكرة القدم ويقبل أن يتدخل المدير الفني لمنتخب مصر اللي الناس لازم تصق في أنه مواقفه الحيادية ملاش على خلالها تؤثر على مراكز الأندية وبعضها لأن فيه أندية تانية موقوف القيد عنها هو لم يتدخل بشأنه ففكرة أن يحمد ويشكر وأنا تربطني بفنجادة اللي كان المدير الفني لاتحاد الكرة هو اتحاد الكرة ده شغال إيه مأزون يعني أنت أستاذ إيهاب أنت ناسي أنك عدوا لما تبرك لهذه الخطوات أنت وكأنك تسعى لهذا يبقى فين فين موقفك الشفاف في قضايا اللي أنت بتتكلم فيه ده ده هيأثر على سوء الانتقالات في الدور المصري أزيدك من الفوضى بيت هو إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد كان بيتكلم في شاشة إيه شاشة إيه شاشة إيه صدى البلد صدى البلد صدى البلد المملوكة المين شركة سيروميكا كروباتر اللي عندها فرقة في الدور الممتاز يعني بيقبض من ده ده مخالف يا جماعة واضحة جدا للاحة النظام الأساسي أنت عايزت شارع الفوضى بقى أنا في فوضى يعني وفي فوضى بعد كده يعني يعني مش مسك ده فيه الأمثلة كتيرة في التعقدات على فكرة عشان ما نظلمش إيهاب الكومي منتبطة في كذا حد في الاتحاد في مجلس إدارة الاتحاد إحنا إحنا بس هو الأساسي إيهاب الكومي خلي بالك هو مشتغلش في صدى البلد بعد ما بقى عدوا اتحاد هو لا ما كان ينبغن يترشح صحيح طيب إيهاب الكومي قال كده وعنده معلومات ومتواصل وفيتوريا عمل ويتمنى ويتمنى وبينتظروا كواليسه وهنقول لكم طلع أحمد حسين ميدو زعل جدا من إيهاب الكومي مش عشان فيتوريا تدخل عشان الكومي أفشى السر نشوف خبر حصري عرفته يعني من داخل الجهاز الفني عرفته يعني من جوة المطبخ لمنتخب مصر روي فيتوريا يعني الأسبوع اللي فات ده كان زعلان جدا زعلان جدا لأن طبعا الأستاذ إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة يعني خرج في برنامجه برنامج المطش بتاريخ يوم 25 نوفمبر يعني من عشرة أيام وقال خبر دخل فيتوريا في مشكلة كبيرة جدا مع جمهور الأهلي طلع صرح وقال خبر أن فيتوريا يعني تدخل أو بيتدخل لحل مشكلة أزمة قيد بالنسبة للناد الزمالك وكلام ما ينفعش أنه هو يخرج من عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة أنه يفشي أسرار بهذا الشكل كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة في ناس منهم طبعا نجوم متعودين على الظهور الإعلامي فعمرهم ما يقولوا كلام زي ده زي حازم إمام وبركات وفي ناس عطشانين للإعلام لما لأستاذ إيهاب الكومي الحتة الإعلامية تهرش وتكل ويطلع يقول سر وخبر زي ده أنت عارف يعني إيه؟ أن أنت عشان مصلعتك الشخصية عشان تقول صدق في برنامجك أن أنت تصدر مشكلة بهذا الحجم للمدير الفني والجهاز الفني لمنتخب مصر الراجل يطلع في برنامجه يقول سر زي ده يدخل الراجل في التوريا يقولك أنه هو راجل بيحل مشكلة القدق أو بيتوسط لحل مشكلة القدق لدينات الزمالك دخلوا في الحيطة مع جمهور الأقلي وجمهور الأقلي حقه يزعل يعني أنا أقول لكم على حاجة أنا عارف موضوع أن في التوريا طبعا متدخل في حل أزمة قيد مع سبورت انجليش بونا عارفها من شهر لكن أنا اللي مش مسؤول في اتحاد الكورة ما قدرش أقولها يقوم المسؤول عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة يطلع يقول سر زي ده وفعلا خبر حقيقي في التوريا هيموت من الموضوع ده هيتجنن إزاي عضو مجلس إدارة الاتحاد يطلع يقول خبر زي ده يلبسوا في الحيط مع جمهور الأهلي يعني حاجة أنا بجد يعني لما يتقلب الغلط صح والصح غلط الفوضى فين العدل الفوضى يعني أنا عاجز أسأل سؤال كل اللي مزعها لك إزاي عضو مجلس إدارة يفش سر زي ده طب وهو ليس يبقى سر لو كان عمل سليم يعني هو ما بقاش سر غلا إنه عمل غير ساوي السر هو اللي ما تقدرش تفسح عنه ما حكى في صدرك وخشيد أن يطلع له الناس آه ممكن تبقى فيه سر في البزنس لحد ما يتم لكن إني أنت زعلان وتقول إن فيتولي حي الجنن وأنا عارف من شهر وما قلتش ما أنت عارف لأينا الملوخية والمحش والقاعدة بتاعة الكافتريات المشكلة الميدو ده اللي قلناه وتزعله لما حازمه ميدو وبتاع يجيبه من فورتغال يبقى صحاب للبتاع ده لازم يبقى سر ساعد الزمالك بس في السر لما يطلع حد يقول على إن مصلحتك يا متعطش لظهور الإعلام هو صاح برنامج على فكرة مش متعطش هو ظاهر في الإعلام لكن هو عايز أسابق عايز سابق وتهل بقى مسؤولياته جوة الاتحاد أو مسؤولياته يعني 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 هي ديش هو ده المشهد العبثي اللي بقول فوضى اللي بيقوله ميدو أنا في رأيي مش صح إنه يبقى فيه سر إنه مدير الفني بيشتغل صالح أحد الأندية وإنه إن المسؤول يتشتغل في الإعلام ولما قلنا نزاع حازم إمام يطلع في الإعلام وحاد عيدا ينقشو زائله التناقض واضح جدا في اختلاط المصالح واللي عايز يدير الشأن العام لازم يركز في حاجة يعني الأمر ده لازم يحسن لائحيا يا جماعة ماينفعش وكان فيه كلام إنه اللايحة تنص على وجوب العدم بس هو كان معمول عشان شبير وقال شبير ما ترسحش تغاضع عنه مش كده ده كل واحد في أعضاء الاتحاد من نجوم الكورة عنده برنامج ماينفعش أخد بالك حاجة هي كمان التماثل اللي فيها إن هي مع شركات رأي للاتحاد أو مع شركات عندها أندية منافسة في الاتحاد المشهد عشان كده قلنا إيه إن الغلط الصح بقى غلط والغلط بقى صح ما تستناش عدل ولا نظام خلاص هو المشهد كده ونرجع نقول إن كان عجبكم لأن لما يطلع كابتن ميدو الذي يدافع وهو المحترف في أهم مأندية في العالم احترف في الدوري الفرنسي والفرنسي والإنجليزي عايز تروح فين تاني عشان تنقلنا فين في أي حدة من دول ممكن يحصل كده كابتن ميدو إنك تقول للمدرب منتخب إنجلترا والنبي تدخل عشان القيد أو ده مدرب فرنسا يسيري عشان يبقى مارسيليا ممنوع من القيد ونبي تدخل عشان ترفعه ده فلوس واحتراف يا جماعة ده مصالح بين أندية ده مصالح بين التحدات ده انتقالات لععيبة ده مصالح وأرقام عملة الدفع هنا وهناك يبقى المدير الفريق قامي أنا مسخره عشان يحلل مشاكل نادي يعني أنت بالمشكلة أصلا كده هيغضب منه جمهور الأهلي وهيغضب ده مش جمهور الأهلي اللي يغضب ده لازم قبلي كل ممنوع من القيد والإسماعيل كان ممنوع من القيد محدش وقف جنبهم ولا ساعدهم مين ده هم دول الأديال اللي لازم تزعل الأهلي يعني في الآخر حيبصر لنامه نفسا مباشرة يعني حيتعامل معاه لكن اللي هو في نفس الزر وانت ما ساعدتوش يقول 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 فوضى يا كورة فوضى دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله أصبع الله خير